وهبدأ الحلقة النهاردة برسالة جيالي من متابعة لنا متضايقة جداً وبتقول لي إيه؟ جوزي هيتجاوز علي بيقولولي جوزك هيتجاوز عليكي شايفة شكلك بقى عامل إزاي؟ شايفة شكله جنبك زي ابنك إزاي؟ عجبت جسمك بالطريقة دي؟ بقيت ست موسنة وانت في الاربعينات وولادي كمان متضايقين مني لبقدر أخرج معاهم ولا سافر ولا لف يعني أعمل إيه؟ كمان بيوصل بي الحال إن أنا أكل عند أعود طول اللي أكل ما هي كده كده مش فارق معايا ما بقاش حد بيهتم بي وأهلي وجوزي وولادي كلهم بيتطريعوا علي وبيهددني بإنه يسيبني ويتجوز علي علشان عديت المية وخمستاشر كيلو الحالة دي مش أول حالة أقابلها حالة حقيقية ومش أول حالة أقابلها فعلاً زيادة الوزن مأثرة على علاقتها بجوزها وعلاقتها بولادها وكل أهلها بس المشكلة اللي أنا دايماً بحب أعمل عليها فوكس كده إن ليه نتاريق؟ ليه ننقلهم الطاقة السلبية؟ ليه نقول لها هتجوز عليكي؟ شايفة شكلك عامل إزاي؟ شايفة فلانا عاملة إزاي؟ إحنا ممكن نساعدهم إنهم ما يخصوا بس بطاقة إيجابية بإن إحنا نشجعهم مش إن إحنا نحبطهم فهي بعتت لي الرسالة وقالت لي حاولي إن أنت تساعديني بأي طريقة إن أنا أكثر الوزن ده مش معنى إن أنا عديت الأربعين وعدت الخمسين إن أنا أقول أنا مش هخص خلاص السن ده بقى عائق بالنسبالي بالعكس السن عمره ما كان عائق طالما أنا قادرة أقدر إن أنا أوصل لهدفيه فبالنسبة للناس اللي بيقولوا إن السن هو العائق وإن أنا مش هعرف إن أنا خص علشان عديت الأربعين والخمسين أو علشان عندي مشاكل صحية لأ إحنا هنا بنساعدهم إزاي نغير روتين حياتنا الغلط ونمشي على روتين صحي خلينا فعلا نخص إحنا بقدرنا من الأسبوع اللي فات نقول إن إحنا بنخص بصورة طبيعية بنشوف إيه هي المشاكل اللي خلت وزني يزيد ونبدأ نتخلص منها واحدة واحدة بمساعدة الفريق الطبي اللي صوروا أرقامه موجودة معنا على الشاشة دلوقتي وبالمساعدة بكورس الأنسليم بمساعدتهم بوجود كورس الأنسليم فريق الطبي هيعرفني إزاي أنا مسح وإمتى الموعيد اللي أكل فيها وإيه هو أجابات الغذائية اللي أنا أكلها وإيه هو كورس الأنسليم واستخدمه إمتى وإزاي أوصل للوزن المسائي